سنزل بنرجع لهاي فورب كينماتيكس بشكل هالعام اللي مبني على أساس الديمانشنز والزواج وهي الدزايد، هاي الدزايد هاي اللي هي البوينت اللي بديهاها أوصلها في المانيكولياتر و هي اكس واي، وهاي هي فاين الورينتيشن اللي بديهاها فاين بس يجينا ساوينا هاي بهاي تطيني هاي المعادلة بسا ساويت هاي بهاي تطيني المعادلة التانية و مش راح يجي لمعادلات الضغفية من هذول لأنه نفس الشباطين نفس المعادلة فاعدين عندي هذا الترم بساوي اكس وهذا الترم اللي هو هاي بساوي و هاي فبيطلع معي هذول، إذا ربعنا الآن ثلاثة وأربعة بصير عندي اكس سكوير بتساوي بصيراً الوان سكوير قوسين ثيتاو سكوير ازائد الوان سكويرد كوسين سكويرد ثيتاو ثيتاو ازائد، هلأ بطلع معي هون مر الماضي اغنسي تحت اثنين لأنه راح بطلع معي اثنين بطلع معي اثنين ال 1, L 2 cos theta 1 cos theta 1 plus theta 2. وذلك، المعادلة النهائية كانت لها تحت L 1, L 2. بدأنا أن نكون فيها 2 L 1, L 2. ربع الثاني، نبقتي in Y Square. ساوي L 1 sin square theta 1 زائد L 2 square sin square theta 1 plus theta 2. زائد أنا بيسي عندي نفسي بشي 2 L 1 L 2 سين ثيتا 1 سين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 هلا إذا إجينا جمعنا يصير عندي x square بلس y square بتساوي هلا ما نجمع هدول هون عندي سين 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 لقاطين واحد فبصير عندي L1 square هون نفسه إشي سين مع سين بعطيني L2 square وبعدين عندي هون ما بجمعهم تحكمي 2 L1 L2 مشترك وفي الداخل راح يكون عندي كوسين ثيتا 1 كوسين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 بلس سين ثيتا 1 سين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 هدول إذا اطلع لهم عندي هون إشارة بلس بس عادة إذا كان عندي إشارة بكون بجمع الزاويتين بس إذا عندي إشارة بلس راح يكون حاصل طرح الزاويتين فبتصير هاي L1 square زائد L2 square زائد L1 L2 كوسين ثيتا 1 بلس ثيتا 2 منس ثيتا 1 لأنه هادي هون عندي ثيتا 1 فبتطل عندي L1 L2 ثيتا 2 بلس L2 square بلس L2 بلس L2 بلس L2 بلس L2 square بلس كوسين ثيتا 2 ساوي X square زائد Y square إذا من هاي ساعة عند الطريقة لأنه أطلع كوسين ثيتا 2 بلسير كوسين ثيتا 2 بلساوي X square زائد Y square منس L1 square منس L2 square على 2 L1 L2 هذا كان الحضاء المسيين الثنين اللي موجودة من هذا الرقم هذا راح يطلع معي رقم لأنه هذا معروف وهذا معروف وهذا معروف وهذا معروف وهدول معروفي راح يطلع معي رقم لكوسين ثيتا 2 فأطلع معي ساين ثيتا 2 بساوي بلس مينس واحد مينس كوسين ثيتا 2 square وهذا راح يعطيني الحلين راح يعطيني الحلين و راح يطلع two solutions راح حطهم هون فوق بعدين نرجع لهم solution واحد solution بطلع قيمة لثيتا 2 بطلع قيمة ثانية لثيتا 2 الآن منبني على أساس هدول ثيتا 2 القيمتين المختلفتين لثيتا 2 بطلع قيمة لثيتا 1 وبعدين بطلع معي قيمة لثيتا 3 وثيتا 3 هذا جزء واضح